وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ووزارة النغل السعودية مذكرة تعاون مشتركة لتطوير غطاء النقل البر والبحر والجو في بلادنا وتحقيق الكفاءة والفعالية بمختلف طرق المحافظات والمدن اليمنية وكدى وزير النغل صالح بن ناصر الجاسر أن الاتفاقية تساهم في تحقيق التوازن المعيش والاقتصاد لليمنيين من خلال المشاريع التي تساهم في تعزيز البنية التحتية وربط مدن ومحافظات الجمهورية وتحقيق الكفاءة والفعالية لقطاع النغل في المنطقة ومن جهته قال المشرف العام على البرامج السعودي السفير محمد بن سعيد الجابر أن المذكرة ستسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة واليمن والارتقاء بمستوى خدمات قطاع النغل مع الجمهورية اليمنية حيث يعد قطاع النغل شريانا رئيسيا في ربط المملكة مع الجمهورية اليمنية وربط الجمهورية اليمنية مع كل دول المنطقة والعالم وشاد السفير الجابر بالتعاون المثمر مع وزارة النغل والذي يأتي انسجابا مع توجيهات الغيادة الصعودية لمساعدة الحكومة اليمنية في التنمية والإعمار ودعم الغطاعات الحيوية وتحسين مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية